اشتركوا في القناة أنه قال وإذا مريضت فهو يشفين المرض هو خروج البدن عن حج الاعتدال والمرض ابتلاء من الله عز وجل يبتلي به بعض عباده والواجب على العبد إذا ابتلاه الله عز وجل بمرض أن يصبر وأن يحتسب الأجر عند الله تعالى وأن يطلب التداوي من هذا المرض وذلك بالأدوية الحسية والأدوية المعنوية لأن كل مرض من الأمراض له علاج حسي وله علاج معنوي فالعلاج الحسي أو الدواء الحسي أن يراجع أهل الاختصاص والطب ويسعى في محاولة تخفيف هذا المرض أو إزالته وأما الثاني وهو الدواء المعنوي فيكونوا أولا باللجوء إلى الله تعالى بالدعاء لأن الله عز وجل هو الذي أنزل هذا المرض وما أنزل الله تعالى داءً إلا أنزل له دواءً علمه من علمه وجهله من جهله فيسعى في التداوي بالأسباب المعنوية فمن ذلك الدعاء ومن ذلك أيضا الاستشفاء بالقرآن العظيم فإن الله عز وجل يقول يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وقال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وذلك عن طريق الرقية الشرعية ومتى حصل أن الإنسان رقى نفسه رقيةً شرعية وكان ذلك بإخلاصٍ واستحضارٍ وافتقار فإن هذه الرقية يكون لها أثرٌ نافعٌ يجده الإنسان بالنسبة لما يتعلَّق بالمرض والواجب أيضاً بالنسبة للمريض أن يحرص على اللجوء إلى الله عز وجل والافتقار إليه وأن يغترم الساعات التي يكون الدعاء فيها حريًا بالإجابة فلعله يدرك نفحةً من نفحات الله تعالى والمرض أيها الإخوة يتعلَّق به أحكام أولًا من حيث أنواع المرض المرض قسمه العلماء رحمهم الله إلى ثلاثة أقسام مرضٌ مخوف ومرضٌ يسير ومرضٌ ممتد ولكل نوعٍ أو كل قسمٍ من هذه الأقسام له حكمٌ خاص فأما الأول وهو المرض المخوف والمرض المخوف هو المرض الذي إذا مات الإنسان بسببه لم يُستغرب وليس المرض المخوف وما يقتر الموت به بل ما صح أن يكون سببًا للموت هذا هو ضابط المرض المخوف ما صح أن يكون سببًا للموت بحيث أن الإنسان لو مات به لم يُستغرب ولم يقل كيف مات بسبب كذا وكذا المرض المخوف حكمه أن عطايا صاحبه لا ينفذ منها إلا الثلث فتصرفاته المالية إذا تصرف لا ينفذ منها إلا الثلث فلو أراد شخصٌ وكان مرضه مرضًا مخوفًا أن يتبرَّع بجميع ماله فإنه لا يصح منه إلا ما قابل ثلث المال لأن حكمه حكم الوصية وسبب ذلك أنه بسبب مرض موته المخوف إن عقد بالنسبة له سبب الموت النوع الثاني من أنواع المرض المرض اليسير كوجع الضرس والصداع اليسير ونحو ذلك فهذا عطاياه كالصحيح بمعنى أنه لو تبرَّع بجميع ماله أو وهب جميع ماله فهذا حكمه حكم الصحيح النوع الثالث من أنواع المرض المرض الممتد كمرض الضغط والسكر ونحو ذلك فهذا إن ألزم صاحبه الفراش فحكمه كالأول كالمخوف فإذا كان صاحب المرض الضغط أو السكر يلزم الفراش ولا يخرج من بيته فهذا حكمه كالمرض المخوف لا ينفذ من عطاياه ومن هباته إلا الثلث وأما إذا لم يلزمه المرض بالفراش ففي هذه الحال تنفذ عطاياه بمعنى أن عطاياه كالصحيح ثانياً فيما يتعلق بالمرض ينبغي للمؤمن إذا علم أن أخاه قد أصابه مرض أن يعوده وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم من حقوق المسلم على المسلم إذا مارض فعده ولكن ما هو المرض الذي يسن أن يعاد صاحبه المرض الذي يسن أن يعاد صاحبه هو ما ألزمه البيت وألزمه الفراش وأما إذا كان المريض يخرج إلى السوق ويخرج إلى المسجد ويراه الناس في المسجد فيكتفى بأن تسأل عن حاله وأن تسلم عليه في المسجد أو في السوق وأما إذا ألزمه المرض البيت وألزمه الفراش فإنه يعاد وعيادة المريض فرض كفاية ولهذا قال عليه الصلاة والسلام حق المسلم على المسلم ست إذا لقيته فاسلم عليه وإذا دعاك فأجب وإذا استنصحك فانصح له وإذا مريض فعده وليعلم أن عيادة المريض لها آداب ينبغي لمن عاد مريضاً أن يتأدب بها فمنها أولاً أن ينوي بعيادته للمريض امتثال أمر الرسول صلى الله عليه وسلم يستحضر أن الرسول عليه الصلاة والسلام حث على عيادة المريض وثانياً أن ينوي بعيادته للمريض الاقتداء والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم حيث كان عليه الصلاة والسلام يعود المرضى وثالثاً أن يستحضر ما في عيادة المريض من الإحسان فينوي بعيادته لأخيه المريض الإحسان إليه لأن المريض أيها الإخوة لا ينسى من عاده حال مرضه ومثله أيضاً المصاب بفقد أحد من أقاربه فتجد أنك إذا ذهبت إلى شخص لتعزيه أو ذهبت إلى مريض لتعوده تجد أنه في هاتين الحالين لا ينسى إحسانك ومعروفك فينبغي لمن عاد المريض أن ينوي الإحسان إليه وأن يستحضر أنه في أجل عظيم ولهذا قال عليه الصلاة والسلام من عاد مريضاً لم يزل في خرفة من الجنة يختلف من ثمار الجنة ما شاء من آداب عيادة المريض أن يسأل عن حاله وأعماله ولا سيما ما يتعلق بالعبادات إذا كان العائد طالب علم أو كان عارماً لأن بعض المرضى تجد أنه إذا أصابه المرض ونوم في المستشفى يدعو الصلاة حال بقائه في المستشفى بحجة أن ملابسه متنجسة وبحجة أنه لا يستطيع أن يفعل شيئاً من شروط الصلاة من الطهارة من الوضوء ولا التيمم ولا استقبال القبلة ولا غير ذلك وهذا في الواقع ليس عذراً لأن الإنسان يجب عليه أن يحافظ على أداء الصلاة في وقتها فيفعل ما يقدر عليه من الشروط والأركان والواجبات ويسقط عنه ما عجز عنه فإذا كان يتمكن من الطهارة تطهر إذا لم يتمكن من الطهارة تيمم إذا لم يتمكن لا من الوضوء ولا من التيمم صلى على حسب حاله كذلك أيضاً إذا كان السرير الذي ينام عليه أو يرقد عليه يمكن أن يوجه إلى جهة القبلة فالواجب أن يوجه إلى جهة القبلة إذا لم يمكن بأن كان السرير متصلاً بأجهزة ونحو ذلك ولا يمكن أن يوجه إلى القبلة فحينئذ يصلي ولو كانت القبلة عن يمينه أو شماله فهذا مما ينبغي لعائد المريض أن يسأل عن أحواله وعن عباداته أيضاً من آداب عيادة المريض أن يفتح الزائر أو العائد أن يفتح العائد للمريض باب الأمل وحسن الفعل فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفعل فإذا عاد مريضاً وسلم عليه فتح له باب الأمل وأن هذا المرض قد أصيب به غيره وشفاه الله عز وجل منه وأن الله عز وجل سيشفيه من هذه المرض وأن حاله اليوم أحسن من حاله من قبل بخلاف بعض الناس الذين ربما كانت عيادتهم للمريض كانت عيادتهم للمريض ضرراً أكثر منها نفعاً فتجد أنه إذا عاد مريضاً فتح له باب اليأس وباب القنوط وأن هذا المرض ليس له شفاء وكم من شخص أصيب بهذا المرض ومات أنا أعرف أشخاص أصيبوا ولم يبقوا في الدنيا إلا أياماً وهلكوا وماتوا هذا من الأمور المحرمة ولا يجوز للإنسان أن يفتح للمريض باب اليأس وباب القنوط بل إن الله عز وجل الذي أنزل هذا الداء وأصابه بهذا المرض قادر سبحانه وتعالى على أن يرفع عنه المرض ولو بلا دواء لأن من أنزل الداء هو الأعلم بالدواء سبحانه وتعالى أيضاً من الأمور التي ينبغي لعائد المريض أن يعتني بها أن يرشد المريض إلى أن يستغل أوقاته فيما ينفعه بعض الناس أو بعض المرضى تجد أنه على سرير مرضه مجرد أن يطالع في التلفاز ويشاهد المسلسلات والبرامج وما أشبه ذلك ولا يلتفت إلى ما هو أهم بالنسبة له وهو أن يشتغل بالطاعة والذكر والصلاة وقراءة القرآن وغير ذلك أيضاً مما ينبغي لعائد المريض أن يذكره بالتوبة إلى الله عز وجل وأن يذكره بالوصية وإن كان عليه حقوق للخلق أن يحرص على أن يتخلص منها وأن يتحلل منها ومن آداب عيادة المريض أيضاً أن لا يطيل المقام عنده إلا إذا علم أنه يرغب في ذلك فإذا أتيت إلى مريض وسلمت عليه وسألت عن حاله فاذهب واخرج واستأذم منه إلا إذا كنت تعلم أن هذا المريض يسر ببقائك عنده ويفرح بمجيئك إليه فلا حرج حينئذ أن تطيل المقام ولا تتقيد عيادة المريض بوقت دون وقت بل يختلف هذا باختلاف الأحوال فمثلاً إذا كان المريض قريباً لك كأبيك وأمك فإنك تعوده لو ولو صباحاً ومساءاً وظهراً وعصراً ولغي ذلك لكن الشخص الذي يكون بعيداً عنك فإنك تعوده بحسب ما تقتضيه الحاجة والمصلحة إما كل يوم أو كل ثلاثة أيام أو كل خمسة أيام حسب قرب اتصالك به وبعدك عنه أيضاً من آداب عيادة المريض أن يحرص على أن يصطحب معه هدية للمريض لأن الهدية تجرب المودة والمحبة وتدخل الألفة والسرور على قلبه فيحرص على أن يهديه شيئاً مما يحبه إما من الطيب وإما من الكتب النافعة وإما من غير ذلك أيضاً من الأمور المهمة أن يدعو للمريض فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه أنه يدعو للمريض فيدعو له اللهم اشفي فلاناً لما عاد سعداً رضي الله عنه قال اللهم اشفي سعداً اللهم اشفي شعداً فيدعو له ويقول طهور لا بأس عليك طهور إن شاء الله وهذا أعني الدعاء للمريض مما يدخل السرور عليه فيحرص على الدعاء له بالشفاء والصبر والاحتساب وغير ذلك مما يناسبه المقام أسأل الله تعالى أن يصلح قلوبنا وأعمالنا وأن يشفي مرضانا وأن يفرج همومنا وغمومنا وصلى الله عن نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين